في عدن يبدو بأن مرحلة التحرير من الميليشيا كانت هي المرحلة الأسهل أو هكذا يبدو الأمر بعد عامين من دحر الانقلابيين وعودة المدينة إلى حضن الشرعية لكن الواضح الآن أن تلك العودة لم تتعدى حدود التعبير اللفظي أما المعنى فيقول إنها دخلت مرحلة جديدة حدودها الواضحة ما بعد الانقلاب وما قبل إعادة البناء وما بين هذا وذاك تتأرجح عاصمة اليمن المؤقتة وذلك يقود حتما إلى عدة تساؤلات جوهرية وهامة لماذا هذا التأرجح ولا استقرار ولماذا أيضا تأخر استعادة الدولة بطابعها المؤسسي والذي كان من المفترض انطلاقها من عدن ومن المسؤول ولصالح من تم الدفع بعدا واليمن عموما إلى المنطقة الرمادية بين الدولة واللا دولة الإجابة هنا لا تحتاج إلى عملية بحث معقدة كل ما هو مطلوب هو نوع من الصراحة والمكاشفة وعليه فإن المحدد العام هو عدم وجود رؤية واضحة وشاملة لدى التحالف والشرعية معا لما بعد التحرير هكذا يرى الكثير من المراقبين هذا الوضع والفراغ الكبير أدخل المدينة ضمن أجندة مشاريع صغيرة ولا وطنية داخلية وأقليمية حتى أصبحت العاصمة المؤقتة بحاجة إلى عملية تحرير أخرى وهي بالفعل ما يدور رحاها الآن الفارق فقط أنها هذه المرة تسري بصمت وفي الزوايا المغلقة رغم وصولها في العديد من المرات إلى مرحلة المواجهة المباشرة وبالانتقال من العموميات إلى التفاصيل فإن العديد من مؤسسات الدولة تواجه الكثير من العوائق في إعادة بعثها وإحيائها من جديد إحدى تلك المؤسسات هي خفر السواحل الذي عاجز رئيسها حتى الآن عن تسلم مقر القيادة الرئيس لهذا الجهاز العسكري الهام قبل خفر السواحل كان رئيس مجلس إدارة البنك المركزي قد صرح بعدم قدرة طائرة يمنية تحمل أموالا تابعة للبنك المركزي من الهبوط في عدن أما عودة المحافظ وممارسة أعماله يبدو بأنها معركة أخرى عصية عن الحسم حتى الآن وأمام كل هذه العوائق يبدو بأن معركة التحرير ما زالت مستمرة في عدن ترجمة نانسي قنقر